الدول التي احتلت فرنسا الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية هي عبارة عن مجموعة من الدول والمناطق التي احتلت فرنسا في الفترة الممتدة من عام 1543 وحتى عام 80 فرنسا بدأت حملاتها الاستعمارية حين ذاك متأثرة بالامبراطورية البريطانية فعملت على بناء المستعمرات في المناطق الضعيفة الدول التي استعمرت فرنسا تتوزع في القارات الثلاثة أسيا وإفريقيا وأمريكا إلى أن وصل عدد تلك الدول إلى 32 و 30 وتأتي دول المغرب العربي وبعض دول إفريقيا من بين أولى الدول التي استعمرتها فرنسا ومن بينها تونس والمغرب موريطانيا الجزائر بوركينا فاسو ساحل العاج غينيا توغو مالين نيجر السنغال الكاميرون جمهورية إفريقيا الوسطى والتشاد والكابون والكونغو وجزر القمر ومدغشقر تلي هذه الدول دول عربية وإزاء من الهند في قارة آسيا كافيتنام وكمبوديا ولاوس وإزاء من الأناضول وشمال العراق ولبنان وسوريا إضافة إلى بعض المناطق في أمريكا الشمالية كإزاء من الولايات المتحدة وكندا وهيتي أما في أمريكا الجنوبية فقد احتلت فرنسا البرازيل وغويانا الفرنسية هذا ولا تزال بعض المستعمرات التي احتلتها فرنسا تحت سيطراتها فيما يعرف بفرنسا ما وراء البحار مثل كالدونيا الجديدة وغويانا